يفترض كمان إنه فيه يعني حاجة كده اكتشافات يعني عظيمة اسمها يسلمك نسخة يعني حتى ده لا يحدث زي ما كريم بيقول كل حاجة بالقطعة يعني كلها عبارة عن إجابات أسئلة أحيانا تجدها وأحيانا كثيرة لا تجدها في وجود حضراتكم هنا على سبيل المثال حتى فيما يتعلق بلايحة المسابقات الجزء لا يوجد شيء في بعض الملموس لا يوجد شيء ملموس لما يبقى فيه شيء ملموس لا الملموس بقى نفضل نتكلم فيه زي ما كريم قال نحط لك واحدة من هنا على شدة من هنا أنا بكلم حتى أستاذ الصوم في حتى في بعض الأمور الملموسة يعني أنا اتكلمت هنا والكلام اللي كان بيقوله كريم ده النظرة العامة اللي لابد إنه جماهين نادي الأهلي تحطها في اعتبارها عشان تفهم الموضوع مش موضوع تعطيل النادي الأهلي في مباراة أو إنه النادي الأهلي يخسر نقاط لا فيه سيناريوهات محطوطة وليها بدايل إذا حصل كذا يبقى نتصرف كذا بديل وتوفيق كثير جدا لكن لما بيبقى عندي نص صريح ولا يتم تطبيقه كمانية في رصام يا سيدي ماشي ما أنا سمعك بتقول مادة 111 أنا ما أنا بقولك لكن ما هو برضو مش بالضرورة أنه يسلمك بتاعت المسابقات أو إنها معلنة على شاشة الجبلاية معنى كده أنه هينفزها ما كريم خلص لك القصة وقال لك هتيجي ساعته يقول لك أصل أنت ما أردش هي بتقول إيه ونذهب لفقهاء اللغة مرة ونذهب لدار الإفتاء الكروي مرة ونختلف كثيرا ليه هم بيلعبوا اللعبة معلش الأهلي لا مش يفرق معه دوري يعني درع يعني مش تفرق معه مسابقات موسم يا جماعة الموضوع أكبر من كده الموضوع كرة قدم مصرية الأهلي ينظر لها باعتبار أصناعها لازم تروح مكان تاني والبعض يريد أن المكان التاني ده يظل هو من يقوده الآن ترتيبات كثيرة من أندية المال السائب يعني بس الأسماء لأنها على عهدتي ما ينفعش في القناة وأشخاص بعينهم ما بين اللي عايز يعمل الشركات واللي عايز يعمل المنصقين ويوردهم واللي عايز يعمل كل شيء بعيدا وده مناخ رياضي تستخيل في الأمور يا أستاذ عصر هذا المناخ اشتدت أزمته مع الأهلي لأنه بدأ يكسروا عارف أنت لما يقولك الروس زمان كانوا عملوا كده حاجة علشان كان عندهم حاجة اسمها بطولة السلام وطلعوا الشمس سنة الثمانين كنا طلبت يعني جمعوا وكنا في الرحلة دي طلعوا الشمس بمعادلة ميتافيزيقية حاجة كده يعني فأنت بتعمل المناخ ده لأن الأهلي بدأ يكسر الحواجز اللي أنت كنت بتروح للدولة تقول له الأهلي مارك الأهلي كذا الأهلي وحش الأهلي 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 الآن يقدم النموذج اللي مصر الدولة قدمته في الكاني عشرين تسعتاشر صحيح أن المواطني يشوف تسعين دقيقة وقناة واحدة عرفت أشتري الدورة بكم؟ مش أقل من تمنمية المليار جنيه هذا الكلام أنا مسؤول عنه ثم القناة دي بقى تاخد حقوق وكذا بس إمتى لما يبقى فيه تنشر كاميرا وفيه وانت نازل الملعب طبعا لا وفيه بعض العربية كده بتشيل الكورة تلميع الدولة وهناك أندية شعبية على شراكات ده يحصل لو في رابطة أندية أستاذ أصاب يحصل والأهلي بقى بيختصر الطريق وكمان بيقامل أستاذ عشان الفانزو عشان الستورزو عشان المبيعات الأندية اللي بتلعب دي في حد فيكو هشتري مج لخطبته فيهم ولا يعني هيروح بتيشرتهم هشتري التذاكر هناك ربطة بتتعامل على جنب ضد ما يريده الأهلي لهذه الصناعة اللي تكفي لفرص عمل وعملة صعبة ويقول زي ما أنت عايز هذا هو ما يجعلهم قصاء غلاز القلب الكروي جدا على الأهلي وقريبا جدا وانت شوف بقى مين أشتري النادي ويربط علاقته بالموقع وده عمل ايه بعيدا عن التصرف الانتمائل للنادي الأهلي شهادة الكلام ده مش كلام مجروحة لكن أنا أعتقد أنه الأهلي كان وما زال وسيظل نموذج مشرف كواحد من أنجح المؤسسات الرياضية السيد أحمد المصرية والعربية والأفريقية مش بس في المستوى الرياضي لكن على المستوى الإداري وعلى المستوى الاستثباري وعلى المستوى الاقتصادي أعتقد أن النادي الأهلي قدوة ومسأل أعلى أتمنى أننا أشوف منه أو من الأندية المصرية نوصح كتير جدا بس يا الحكاية مش انتمائلة فقط الحكاية منظومة محترفة حقيقية ساهمت بجهد الآن الدولة المصرية تمتلك شركات وطنية استادات تذكرتي والحجز أونلاين كما العالم صح ولا لا شركات أمن عملت أحسن بطولة في العالم تكاد تكون منديال صغير حتى ده ما بقاش عاجب اللي بيديروا الكرة اللي نحن مش عارفين هم متطوعين ولا هو بيديروا احتراف ولا ايه حتى ده بقى خطر على حضراتهم وبالتالي طيب القصة مش قصة لجان طبعا لأن يا رادي ولا أي لجنة ولا اتحاد قادم لأنه حتى لما بيتكلموا عن ربط عايزين يجيبوا الحج فلان والكابتن فلان هم هم بس يصنفوا تصنيفات أخرى مين هم هم دول يا أستاذ أصدر نفس الموضوع الموانسة أنا بريدة ده لما يبقى راجل شخصية دولية يا أستاذ أحمد يا أستاذ كريم ولا ينقل ويترجم أحد النظم الخمسة الكبار اللي هم زيهم زي الدوري النيجيري والدوري الجزائري ما يتعملش في مصر ليه يعني ايه كلمة ظروفنا من زي ظروفهم ويعني ايه اللي ما يخشش من الباب يجي لنا يوقف من وراء الشباك هؤلاء الذين يديرين الكرة المصرية سنوات طويلة عليهم الآن أن نوجه لهم السؤال البلد دي تستحق نظام كروي يعني ايه رجل يعمل في اتحاد الكرة رئيسا للجنة الحكام ولا يخرج بتقرير يعني ايه واحد مسؤول الأول عن الكرة ويرفض تطوير منظومة الحكام ويرفض أنه يكون فيه خبير أجنبي يقيم يعني ايه يرفض طلب لحكام أجانب وإذا جاءوا في جوالات سابقة وكلكم حضرتوها يأتوا لإرضاء ملاك أندي يعني ما يسمى أندي خاصة ما عرفش إزاي ده تعمل يعني سريعا مارش كده لكن حكام أصلا عليهم مليون علامة استفهام كيف يأتي حكم لمصر مش من الخمس دوريات الكبرى ومش مصنف السئلة دي إيجابتها هي حل الملف اللي احنا عاديين عشانه كلام نمو